وخلينا سريعا نتناول بعض الإشادات العالمية مثلا مؤسسة جولدمين ساكس طبعا ثمنت على الخطوة التي اتخذها المركزي ورفع أسعار الفايدة قلنا رأي حضرتك فيما يتعلق بانعكاس ذلك على رؤية المستثمرين الأجانب القرارات حاسمة بشكل قوي جدا جاية في صف الاستثمار بكافة أشكال وسواء الاستثمار الأجنبي المباشر وسواء الاستثمار الأجنبي في الدين المصرية أو في أدوات الدين المصري أو حتى في الاستثمار في البورس التلاتة مستفيدين بشكل كبير جدا أولا زي ما حضرتك عارفة التأثر بتاع الهوب ماني أو الأموال الساخنة أو الاستثمار في الدين كل ما حضرتك قللت سعر الجنيه ورفعت الفايدة ده استفادة لي فاللي حصل النهاردة أنه حصل عندنا دخول لكمية كبيرة من الدولارات وده حصل في باينج جدا في تصرفات البورسة النهاردة والسنوك بتاع المستثمرين في البورسة في نفس الوقت حتى البنوك العالمية جولد مان ساكس وغيره أشد بالإصلاحات وقال أنه دوت سبيل مهم جدا لأنه إحنا بقى عندنا فايدة برقم عالي بقى عندنا كمان جنيه ثمن وأقل من كده فأنا دلوقتي وأنا جايب الدولار من بره هفكوا بثمن أكبر وفي نفس الوقت يأخذ عليه فايدة أعلى فايدة طبعا مشجع جدا للمستثمرين وفي نفس الوقت يأخذ بالحضر لك البنك المركزي رعه بشكل كبير جدا الانعكاسات المعيشية ده على المواطنين في عمل حساب علشان نودع فيه المدخرات المصريين بـ 18% لغاية لما الأزمة تتجاوز إذا كان قيمة الجنيه الشرائية انخفضت فأنا هتديك جنيهات أكتر بحيث أن أنت تعادل سواء بقى يعني تعادل في المعيشة بتاعتك أو غيره وكمان بقى جناح المالي بتاع وزارة المالية عشان يحط الحزمة الكبيرة للـ 130 مليار في السوق بحيث أن هو يقلل الضغط بشكل كبير جدا على المستثمرين دكتور محمد القرار الاقتصادي بطبيعته إن لم يتخذ فيه توقيته بيفقد كثير من قواته الحقيقة النهاردة احنا تفاجأنا بقرار البنك المركزي وده كان قرار مفترض يتخذ في جلسة يوم الخميس للجنة المصرفية في البنك المركزي أيضا قرار التبكير بتطبيق زيادات الرواتب والمعاشات من الأول من شهر يوليو حتى الأول من شهر إبريل ده أيضا قرار جاء فيه توقيت سليم فبالتالي القرارين في يوم واحد أظن إنه هذا توقيت جيد لربما درء كثير من المشاكل كانت ستحدث لو تأخر القرار ده سعفنا أولا المركزي قصد الفيدرالي الأمريكي أخد قراره يوم يوم 16 المركز المصر استنى أربع أيام المستثمرين بدأوا يعني حدثك عارفة إليو إيه يبقى الآن هل الفائدة هتترفع و هتترفع بقد إيه لأنه مخبر حدثك إنه كان فيه بنوك فيه دول شرقيقة وصديقة أنا رفعت قبل حتى قرار المركزي البنك إنجلتورة رفع بعد المركزي بنص 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 في المية أو خمسين نقطة أساس البنك المركزي كان عاوزة تمام المستمرين إحنا معاكوا إحنا مكملين على عهدنا إحنا مهما يعني يعني معدلات دخم ارتفعت البنك المركزي المصر هيقدم أسعار فايدة عالية جدا حضراتكم مكملين معنا مش بس كده إحنا نقدم كمان يعني حوافز لجاز بمزيد من الإصمارات فظل أن إحنا زي ما حدثك عارف أسعار السلع الأساسية جالية في خروج يعني في خروج للمركزيوم الدولاري المصري علشان يشتري هذه الإصمارات فإحنا عاوزين نتطفق دولاري عكسي وده اللي حصل فعلا دخلنا بعد القرارات بدأ يدخل عندنا الدولارات يعني أو بدأ يحصل عندنا تطفق للداخل وده حصل زي ما حدثك يعني أبرا وزي مسالي على أداء البورصة النهارة دي أول حاجة الحاجة الثانية بعد دوا بقى إحنا طمنانا المستثمرين عاوزين نطمنا الشارع جماعة ما تقلقوش الكوى الشرقات بتاعتنا مضبوطة الدولة معاكو حزمة 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 إنفاق اقتماعي واسعة جدا متجهزة ومعدة بتوجيهات الرئيس كان قيل قبلها بيومين وبالتالي أنا رفعت الأسعار الفايدة في نفس الوقت عملنا حساب وعائد دخالي دي بـ 18% عشان نزود العائد للمصريين وفي نفس الوقت كمان بقى الفئات اللي مش قادرة تحط عائد الفئات اللي مش قادرة تحط فلوس في البنك أنا هوصل لك هزود الجمهور بتاعتك هزود المعاشات بتاعتك هو لافت دكتور محمد إن هذه الزيادة في المعاشات والرواتب أكثر من ضعف تقريبا نسبة التضخم وفي هذا محافظة على الثروة أو القيمة المالية لدى المواطنين صحيح أنه هو الفكرة كلها أن أنا عاوز أحط حاجز ضخم جدا ما بين الصبمة الاقتصادية اللي حصلة وما بين المواطن ما زال على فكرة المواطن هنشور بالصبمة بس الحاجز اللي تحط ده هيقللها عليه جدا هيقللها عليه دراجة كبيرة جدا دلوقتي أنا حصل ده أخو برحضك إن فيه واحد من أهم القرارات النسلسل مش ركز عليه قوي تثبيت سعر الدراج والجمهور اللي حصل دلوقتي إن المفروض إن احنا هنستورد سلع بكميات ضخمة جدا لفترة اللي جاء عشان اللي حصل برا فاللوقتي أنا سبت لك المفروض إن تحركات سعر السلع دي كتنعكس على هذه السلع تثبيت سعر دلار الجمهور عند 16 جنيه للدلار الواحد ده خلى يعني الانعكاسات دي كلها التحركة بداخل الدلار مش هتظهر على السلع ليه بقى لإنه كل اللي حصل في الدراج إحنا أصلا كنا نبارح لسه بدستورد بـ 15-55 أو 15-56 النهاردة بدستورد بـ 16 بس رغم الأزمة الضخمة اللي حصلة في العالم كله ارتفاعات السلع ورغم الأزمة الضخمة اللي حصلة في العالم فأنا كده حطيت حاجزين الحاجز الأول حاجز على السلع اللي دخلة وحاجز بعد ما السلع دخلت في السوق ولو شفنا كل ما حلقات التجزئة زادت أو كل ما المستفيدين يعني عاوزين يستفيدوا ما زال برضو رفعت لخوة الشرقات بتاعتك عشان أخلي حضرتك مرتاح وما يخليش حالات تتأثر خاصة نحن دخلنا على موسمين استهلاكيين سواء أنبقى رمضان أو العيد